الحطم دوريات بكل الحواجز بكل الطرقات بكل مكان ممنوع نفوت أو نطلع أو حدا يجي لعدنا ساكن بريف حلب بمنطقة عفرين من عمري خمس سنين كان عدنا بيت صغير بالضيعة أمي كانت تزرع الفليفلة والبندورة والبدنجان وكل الخضروات الصيفية والشتوية وأنا دائما كنت أراغب أمي كيف تزرع أحاول أزرع بحرفة يعني تزرع النبتات بالخط وتسقيها أكون عندي كم شتلة أسرقها منها نسرقة وحاول أزرعها بمكان بعيد حتى ما تشوفن وأهتم بيهن من هذا الوقت اتعلقت بالزراعة وكبرت وحبيت مجال الزراعة لمن أمي كانت تزرع بالحديقة كانت نبتة البدنجان تصير بطولي تقريبا وتثمر من البدنجان الأحمر اللي يعملون منه محاشي أنا كنت صغير أجي على الثمرة لأقطعها مشان أكلها ما أقدر خاصة أنا الثمار كان بيهن أشواك وكانت الثمار قلبهن حلو مثل التفاح وأبيض مثل التلج أجي لأقطع الثمرة ما أقدر أقطعها لذلك شنو أعمل أجي من تحت النبتة بهذا الشكل وأكل الثمرة وهي معلقة بالنبتة أمي ما خلت صيدلية زراعية ما سئلت عن هاي الحشرة ما خلت خبير ما كانت تعرف شنو هاي الحشرة اللي عم تاكل الثمار حتى على ارتفاع تقريبا خمسين أو ستين سنطي من الآض عجزة عجزة يعني بلشت تبكي لأمنا تشوف الاتمار هيش كلها مقدومة وما تعرف شنو هاي الحشرة بيوم من الأيام طلعت أمي الصبح لقاتني تحت النبتة مجدوع وعم آكل ثمرة البدنجان أخوكم أبو صالح أكل خرطوا مين لحد الآن أطعم بيه المهم ما لكم بالطويلة من أنا وصغير لما نشفت أمي كيف تزرع كبرت وحبيت مجال الزراعة وخذيته كهواية وتعلقت فيه إذا تغطع عني الهواء أفضل ما تغطع عني الزراعة بال2012 اجيت على لبنان كلاجئ وبال2019 بس بلشت كورونا ممنوع نطلع ممنوع حدا يجينا عملا مدوريات وحواجز بكل الطرقات وإحنا جماع عمال إذا ما اشتغلنا نموت من الجوع حطم دوريات بكل الحواجز بكل الطرقات بكل مكان ممنوع نفوت أو نطلع أو نروح لعند حدا أو حدا يجي لعدنا مشان ما نعدي حدا بهذا البلاء أو حدا يعدينا حتى إذا أنت كنت ساكن بضيعة بدك تنتقل ترحل على ضيعة أخرى كانهم يمنعونك يعني كانت الأمور كثير مشددة وإحنا جماع عمال إذا ما اشتغلنا نموت من الجوع لكن ما يعرفون اللي يعرفونه أنه أنت ممنوع تطلع من بيتك وما بمساعدات بل التعبان وإحنا كالاجيين يعني فوق الهم شنقولة بلاش تفتح يوتيوب أشوف العالم كيف تصور عن الزراعة وعدهم قنوات دائما أشعر أنه أنا بيعندي خبرة أكثر من هذول اللي قدمون بمجال الزراعة فقلت لحالي يا ولد أنت من عمرك خمس سنين تحب الزراعة وصار عمرك خمسة وثلاثين سنة وتشتغل بمجال الزراعة كهواء ليش ما الزرع اللي تزرعه تفتح قناة وتصور الزرع اللي تزرعه وتنشر للناس منه تتسلى ومنه العالم تستفيد وفعلا صار هذا الشيء وفتحت قناة والحمد لله على الفيسبوك حاليا صار عندي ستة مليون تقريبا وأتمنى كل يدكم تحبون الزراعة لأن الزراعة بيها خير الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة بكثير ناس من متابعين يقولون يا بصالح يعني غير المسلمين ما لهم حصة إذا أنت اشتغلت عند معلم سواء بمجال زراعة أو بمعمل صخر أو بأي مجال تأخذ إجرتك من مين تأخذ إجرتك مني ولا من صاحب العمل اللي عم تشتغل عنده هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي يؤمن بالنبي ويؤمن برسالة النبي فهذا الحديث بشرأ له لكن اللي ما يؤمن بالنبي وما يؤمن برسالته فأكيد ما له ثواب على زراعته له ثواب من الرب اللي يعبد غير هيك ما عندي لأنه الثواب مو مني من الله بشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم